فعد الدرس غدا يمشيو الـ some examples ديال الـ this keyword كيفاش كتتشانج عليه الـ value دياله ولكن بالنسبة لي أي واحد قبل ما يبدأ معنا فعد الدرس خاصو يشوف الـ Global Execution Context والـ Function Execution Context دروس اللي يفتح لأنها غاداش أعطي واحدة لأنها requirements ديما الدروس ديالي نمترجع نحاول يكونو في واحد الـ Steps اللي وما chronological يعني requirements, requirements, requirements requirements, Global Execution Context, Function Execution Context قبل ما تبدأوا معي هذا الدرس أوكي بالنسبة للناس اللي شاهدوا دياله قبل نبدأوا أشنا هو الـ this keyword أو لاش كيف يرفيري أو جانيرا بالنسبة لي نحنا يخد دعمين في واحد الـ environment اللي هي ديالبروزة إلا جيت هنا مثلا ودهت console.log للـ this كتشوفوا بأنها كترفيري ليا الـ window object مزيان يعني دك الدس عندها علاقة من أجمل Execution Context كتشوفوا بأنها فإذا كنا وطماتيك موين فونتر كتشوفوا في الفيشي اللي هو أخراوي ديالك ديالك كتشوفوا في الـ window object لكتشوفوا بأنه لدينا console.log.dis هنا أفضل الـ window ولكن أجي ندير واحد الـ two examples ديالي نقري واحد الـ function اللي نسميها function.get full name وقد نحاول أن أفي شي منها هذا الـ this keyword وما تغير الـ this بحده فنحاول أن أفي شي واحد full name اللي هي غير تعتبر property ديروها ببعلكم this دي ما كترفيري لواحد الـ object و this عندها علاقة منين كتعيت على ذلك الـ function ديالك منين كتـ execute الـ function ديالك أوكي أرى نقري أرى نقري أرى نقري الدخل على الـ get full name ونشوف الـ value اللي غديش أرف شي اللي هي أفشية لها undefined لماذا؟ لأنه أطماتيك مو هد full name ما كيناش دونك this full name أفشية لها أفشية لها أرى الـ cdn واحد الـ variable full name وغد نعطيها ك-value أوكي نعطيها ببعوة مهتي مزيان شوفوا ما هو أفشية لها أفشية لها أفشية لها مهتي لماذا؟ لأنه هد this اللي دونك console log this هتشوفوا كم كوا بشي هنا developer the window غلقها وبعنه full name تمابت لهذا الـ object اللي هو window يس يعني this هدلك الـ value ديالها أكسيدنا لها من the global execution context وفي الـ global execution context ديالك this كتما بلاش الـ window object دونك هناليا من اكسيدنا هنال this عايتنا عليه كيف ما قلنا من the global execution context يعني هدش ي عنده علاقة باش هدش ي عنده علاقة بالـ function ديالنا من كان عايته اللي عايتنا عليه من the global execution context ديالك دونك عاقلوا لها this الـ value ديالها عنده علاقة بالـ execution context اللي كتعيت عليه منه this عنده علاقة بالـ function من كدلها الـ execution للـ call انا هدو الـ function كندلها الـ execution منين من الـ global execution context دكش شي ليش عطاتني دكش شي ليش this الـ value ديالها تما برش الـ window عاقلوا لها جاني this الـ value ديالها window ها ليش لأنه عايتنا عليه من the global execution context ولا الـ function اللي حاولت عايتنا عليه من the global execution context مزيان عاقلوا لستيب نمبر 2 اللي قد نكريه فيها واحد الـ object ومن وسط هدك الـ object قد نعيد على الـ function get student get full name دونك قد نكريه واحد الـ function sorry قد نكريه واحد الـ object قد نسميه student 1 قد نحل كل لبريسس لأننا قد نكريه واحد الـ object literal الـ property أول حاجة قد نكريه واحد الـ property full name وغن نعطيها كـ value john doe أول حاجة create full name وصل من student object تاني حاجة قد نعيد على head get full name قد نكريه واحد الـ property التانية اللي هي get full name وغن نعطيها كـ value شناية get full name الـ function اوكي ما قد نعطيها اوكي ما قد نعطيها الـ value دي الـ head الـ function هذا الـ اوكي هنا يقري لدينا واحد console.log ودوناه student 1 وحاولنا نعطيها اوهد get full name أتعطني الـ value 1 ونزيد الـ parentheses 1 ونزيد الـ parentheses 1 ونزيد الـ parentheses سوف نعطيها الـ call مزيئن ما قد نعطيه هناك؟ قد نعطيه object student عنده جوجة الـ properties اللي هو full name نعطي في الـ john doe وget full name اللي عندها الـ value دي الـ الـ value ديالها هو الـ function اللي هي الـ function شنو قد نعطيه هناك؟ قد نعطيه واحد الـ execution context واحد آخر دي هو الـ object execution 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 context لماذا؟ وانا قد نقول لكم لماذا؟ لاني اللي تتعطي على هاد الـ function من هنا تبدلات البلاثة من ما نعطيه وطمع شيكمو تبدل الـ execution context كيف اشتش؟ اوكي اللي تتعطي student 1 وغنضي هاد الـ point باش نعطيه لهاد الـ function اللي هي get full name اي غنضيب الـ parentheses اشنو قد نعطيها john doe لماذا؟ لانه دمنا هنا console log لذي ستلقاو بأنه ما بقاش كيف ارفير الـ window object تبدل الـ execution context وانه نحن في execution context وحد آخر اللي هو دي الـ object و this و التي الـ value دياله هي ايشنا هي this و التي الـ value دياله هي الـ object itself اني الـ object اللي عيتنا للا منه لابعتكم تعقلوه لي مزين هي الـ function منك تأكسجوتيها منك تدلها الـ call هو اللي كيدفيني ديك الValue ديال ديال function فاش عيتنا الليها في اللول الValue ديال 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 كان هو window لأنها تأكسيدات لأنها عيتنا لها من Global Execution Context فار كونتر إن فوق تبدلات فين حطينا هدل GetFullName حطيناه هنا في واحد الObject دونك الكول ما نقوله ولا الExecution ما نقوله من واحد الExecution Context لوحد آخر اللي هو الObject itself ودك شيلة تأفيشات لنا هنا شنا هو أفيشات لنا الObject يعني automatic move في الأخر تأفيشات لنا John Doe هل شي اللي بغتكم تعقلوا لي في الدرس this keyword عنده علاقة بالfunction من كتعيط عليها والthis keyword ديما كيف يرفيري الوحد الObject depending من كتعيط على ديك الFunction ترجمة نانسي قنقر